جلسات مجلس النواب الإسبوع ده أغلب ملفاتها متعلقة بالتعليم ومناقشة قوانين ومقترحات للتطوير النهاردة المجلس شهد انتقاط شديد من قبل بعض النواب لمعالي الدكتور طريق شوئي وزير التربية والتعليم بسبب اعتداره عن أنه مش هيقدر يروح الجلسة بعد بكرة يوم الثلاث اللي كان هيتم فيها مناقشة تسعة وستين طلب إحاطة موجهين للوزير وده الارتباط بالزيارة للإمارات لحضور مؤتمر علمي في التوقيت ده وده تعتبر المرض تانية اللي بيعتذر فيها الدكتور طريق شوئي بعد ما اعتدر الأسبوع الماضي بعض النواب غضبوا وقالوا أن الوزير مش عايز ييجي المجلس كمان النهاردة وافق من حيث المبدأ على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون هيئة ضمان جودة التعليم ماذا دار في البرلمان اليوم ولماذا كانت هناك اعتراضات ومنها النائب البرلمان المعروف ضياء الدين داود نذهب إليه مباشرة لنعرف مساء الخير سيادة النائب أستاذ دياء سيادة النائب أهلا بحضرتك معنا في حديث القاهرة الحقيقة تبعنا ما نشر حتى الآن من الجلسة وفعلياتها وتعليق حضرتك كمان الخاص جدا على موضوع اعتزار وزير التعليم عن الحضور لجلسات البرلمان أولا ممكن حقيقة تدينا بس يعني فكرة عن ما دار النهاردة في الجلسات وليه كان حالة الغضب دي موجودة تجاه وزير التعليم يعني أنا رأي وتقديري أن هناك علاقة مضطربة حاليا بين البرلمان والحكومة عموما ووزارة التعليم وإحنا هنا ما نتكلمش عن شخص الوزير نريد أن نتكلم على سياسة وزارة في مواجهة السلطة التشريعية صاحبة الدور الرقابي على تقويم وتصويب أداء الحكومة على اعتبارها من تضع سياسة العليا للدولة والتي تلزم الحكومة بتنفيه فلما نكون أمام أزمات متوالية هذه الأجلين تبدأ بحالة غاضبة في الرأي العام على بعض مناهج التعليم التي تم تطويرها وبالمناسبة لا يوجد أحد في مصر لا ولي أمر ولا نائب ولا مواطن عادي ولا فلاح ولا عامل مش مع تطوير التعليم ولكن احنا مع منطقية تطوير التعليم مع جهوزية تطوير التعليم مع معلم قادر ومتلقي جيد للمنظومة التعليمية الجديدة وقادر أنه ينقلها للطلاب مع فصول بكسافات تستوعد أعداد من الطلاب تمكنهم من فهد مجيد لهذه المناهج الجديدة مع مغتبات تتناسب مع الجهد المطلوب من هذا المعلم وهنا يقع العديد كمان على البرلمان بأن يوفق بنفس الموازنة وتطفقات نقضية إقترامية وفي كل هذه الأعداد لما نكون بناستخدم أدواتنا في القضية ديته من سبعين مضوا ويستدعى الوزير للجنة التعليم وإحنا مش أعضاء في لجنة التعليم من عضو في لجنة شؤون الدستورية والتشريعية ولكن اهتمامنا بالملفات بنخلينا ننتقل حيثما تكون أهمية الموضع لجنة صرحة لجنة التعليم لجنة كل نقل ومواصلات على حسب طبيعة الملف المعروض فشأننا شأن نواب كسر تقدمنا الطلبات منها مناهج الصفة قابع الاجتدائي وطلها وصعوبتها وعدم جروزية المعلمين للتدرسة إلى آخر كل هذا اللي سمعته مصر كلها ويغيب الوزير ولا يحضر نائب الوزير بأي رد ولا يحضر القائمين على تنفيذ هذا المشروع لتطوير المناهج الوزارة مش طارق شوقي ولا طارق شوقي هو الوزارة ولا يمكن أن تتمهى سلطة التعليم في شخص ده لابد أن يكون فيه لجنة علمية قائمة على هذا المنهج وعلى هذا التطوير ولابد أن يكون فيه مناقشات حوالي المثالب اللي طالت هذا التطوير ما هي فيه مشكلة أستاذ دي أنه يبعت حد فتقوله أن الوزير لكن كل ده ده اللي كان من أسبوعين اي النهاردة فيه قانون وقف من سنة 2018 تعديلات على هيئة الجودة اي فيه داخل حضرتك أصلك سمعت أن احنا عندنا في التعليم هيئة للجودة أنا عارف أنها موجودة بس على الورق موجودة فعليتها ايه؟ وحسب ما حضرتك نشرته 15% في 13 سنة من أهدافها بس هم اللي تم تحقيقهم يعني وده رقم دقيل جدا يعني اسمها حضرتك ترجمتها عندنا في البرلمان للنتائج الصفرية لما تيجي أنت عايز أن أنت بقى تمنح تطويرا على هذه المنظومة مش الأول تيجي تقدم كشف حساب تقول أنا فشلت ليه؟ ولا تجيب شوية جمل مطاطة في نصوص يتضمن من داخلها فرض رسوم على المنشآت التعليمية والتدريمية سواء كان الجامعية أو تعليم حكومي سيان بقى سواء هتوفرها الموازنة كان بيبد النهاردة وزير المالية زي ما احنا طلبنا وطلبنا أن مناشط قانون بهذا الحجم كان لابد أن يبقى رئيس الحكومة وزير المالية وزير التخطيط ووزير التعليم قاعدين هل وزير التعليم لما يستدعى المؤتمر في الإعتمارات وعندما يستدعيه الشعب لا يعتذر عنه ويذهب لتعوى الخارجية؟ هل ده منطق؟ هل ده بيحتفل أي بغلمان من بغلمانات العالم أن يعتذر وزير مغطين للحضور أمام الشعب أنت لا تأتي أمام بغلمان البرلمان هو السلطة الممثلة للشعب عندما يستدعي الشعب مدئولا يغيب متعذرا لأنه طالع مؤتمر علمي طب وإيه الإجراءات المتابعة في الحالات الشبهة دي في البرلمان والله أنا من موقع ده في الأقلية قلت أن البرلمان لابد أنه هو يحسب الوزير ده لابد أن تحسب الحكومة على ده الاستخفاص بالبرلمان وسلطة الشعب صدقابة أمر عواقبه غير محمودة الناس مش هتصدق أن أنت عندك بغلمان حقيقي سيادة النايب في مجيلة الحقيقية يا سيد خير أه بس أنا عايز بس أقولك أنا بستمتع بكلامة بس عايز أقولك حاجة إفرد هو المؤتمر ده مؤتمر هام وتم الاتفاق عليه قبل أن يوجه له البرلمان الدعوة لأنه كان يستطيع لأنه يقدر يتواصل مع رئيس البرلمان ويقدر يتواصل مع رئيس لجنة التعليم في البرلمان ويقول له أجندة ارتباطات الخارجية بتقول كذا طالما أن أنا فيه استدعاء لي أنا الأيام اللي هتبقى عندي كذا فيه تواصل ما بين الحكومة والبرلمان فقال إنه وقف في مهمة رسمية أو في مهمة قومية طيب طيب خلينا نتنقل لنقطة تانية توضح لنا الصورة شوية إيه هي أهم طلبات الأحاطة اللي يجب أن يواجه بها ويرد عليها وزير التربية والتعليم خطة التطوير اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم على المناحج نعم وفي مقدمتها كان ملف الصف قابع الابتدائي على اعتبار أنه هو أول صف يطبق عليه المنهج الجديد اللي هو كان مفروض يطبق عليه من سنتين ولكن كورونا منعت الولاد إنه هم يروحوا المدارس فتعليما ما يطلقوش مرحلتين من مراحل التطوير نعم لما نيجي نبدأ العام الدراسي الأول بانتظام ويعلن نائب وزيج التكبير والتعليم إن إحنا أمام حاجز غياب مئتين وخمسين ألف معلم عاجز ويزيد بدون رقم محدد دي يوم مئتين وخمسين تيمشي واللي قول تلتمية تيمشي نعم معناها إن في عاجز في إضاقة المنظومة طيب هتمشي بيها إزاي وانت ناقص مئتين وخمسين ألف معلم تقول هستعين ده معلمين وتهينهم بقى ده أصو مش معلم ده ما جايبه متطوع ولادك اللي هيصنع جيل جديد في البلد دي بمناهج جديدة متطوعين حصوتهم بعشرين جنيه ولا هيتحولوا لهم قولين أنفار يتحابوا العيال ديات على الدروس الخصوصية اللي حاليا كله أصغر في مصر ثمانين في المئة من داخلها رايح للدروس الخصوصية لإن المدرس في الفصل غير مضرب على هذا المنهج احنا مش بيتك وبيتي وبيتي خوك وبيتي اللي بيسمعونا دول عارفين ده زي ما الليل والمهارك ده متشافين إلا أنا بحكه لك ده أنا ما ابتدعش ولا بجيب كلام من خيالي مواقع المصريين عايشينه وبيقينه منه وإلا كمتكلماتنا النهار ده ملقاتش هذا الصدق في طول مصر وعاربها فهو احنا مش نتمنى أن احنا نمتلك منظومة تعليمية حقيقية جيدة تتني جيل حقيقي أكيد 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 يعني وأكيد كلام اللي حضرتك طرحته ده يكون إن احنا ندفذ غصمة في الديمال كلمة عام أمر مش مقبول ولا يلق بمشروع مصر القومي يعني إحنا بنتكلم على إن احنا بنبني مصر للمستقبل وأهم عنصرين فيها التعليم والسحة كما يذكر دائما يعني طبعا هم دول العنصرين اللي هتوقف عليهم أي بلد صحيح النقاط اللي حضرتك طرحتها معنا حتى الأسئلة اللي هي أسئلة الناس العادية في البيوت اللي من المفترض أنها مطروحة في طلبات الإحاطة إحنا هننتظر ما تتكشف عنه الأيام اللي جاية وهنتابع أكيد مع حضرككم صحيح هتضغب الناس ديك إزاي مين اللي جاهز أنه يضغب المناهج ديك إزاي المناهج ديك هتتقسم على سنوات يقدر الولد يستوعبها إحنا في انتظار إجابات مع حضرككم 8 يونت 350 صفحة باللغة الإنجليزية لمدرس قدر يستوعب ولا أمهات في البيوت قدرين يستوعبهم مع ضغط توقيتات غهيبة على الكل عامل تفكك أسلي عامل تفسخ في أقان المجتمع إحنا ما بنبليغش وإحنا بنقول له هذا الكلام طيب أستاذ ديك سيادة النايب قضو اللجنة التشنايب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان إحنا بنشكرك جدا سيادة النايب غضبان ومتدايق وهو ده دور البرلمان لكننا حتى الآن لم نحصل على إجابات من الدكتور طريق شوئي ونتمنى أن يذهب للبرلمان ومعه إجاباته ومعه ما طوره في التعليم ولو هو عايز ميزانية علشان المدرسين الجداد هل يطرى وزير المالية حيوافق ميزانية التعليم اللي موجودة لهي كافية أساسا عشان يجب مدرسين ولا هو ما بين مترقة التطوير وتعديل التعليم للصورة التي نرضاها وما بين ضعف الإمكانيات المادية ترجمة نانسي قنقر